حقيقة هو المسار ليس بالجديد أو التوافق هذا للتوافق الشبه معدوم ليس بالجديد هو حدثت عديد من التوافقات السابقة بين رئيسي المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب ولكن هي اتفاقات هشة ليس اتفاقات مؤكدة أني نأكد على ما قالها السيد دريس بخصوص موضوع المجتمع الدولي هي هناك دول مثلا اتفاق هذا والجلوس واتفاق مبدئي حدث في مصر لن ترضى عليه تركيا ولن ترضى عليه قطر ولن ترضى عليه حتى مجموعات داخل ليبيا فهذه مشكلة حقيقية أما بالنسبة للموضوع الانتخابات طبعا أني المبدأ امتعي يعلمه جميع الليبيين من 2011 أنا إنسان دائما ما كنت داعيا للخير أحترم كل الجلوس وأحترم كل التوافق وأحترم تقارب وجهات النظر بين كل الليبيين لكن الأمر اليوم احنا عندنا أمر واقع حقيقي مفروض علينا أمامنا ما نقدروش نغطوه ما نقدروش نخرج ونقوله والله إن الوضع وردي وأن الأمور القاعدة الدستورية قاربة الإنجاز وأن لا هو حقيقة أن هناك تباعد كبير يعني استاذ دريس عضو مجلس نواب وأكد لك قال لك راه الموضوع ما هوش خلاف بين عقيلة صالح وخالد المشري وليس في ديهم هم الزوز يعني الموضوع احنا دولة تحت الفصل السابع للبند الأمم لقرار مجلس الأمن سعى تشتلاتة وسبعين هذا لازم أن يعوه الليبيين جيدا احنا حكمنا مش في يدنا احنا دولة حدودنا وأرضنا مستباحة احنا دولة بها مرتزقة وقواعد لقوات أجنبية احنا بلادنا محتلة فلا أعتقد احنا بلاد يكتر فيها انتشار السلاح احنا دولة يعني مترامية الأطراف ومساحة جغرافية كبيرة وليست لدينا سيطرة كالليبيين على حدودنا وعلى أرضنا هذا غير القوات الأجنبية الداخلة والخارجة لمستباحة لأرضنا فاعتقد كل الموجود الأمر الواقع الميليشيات الأجهزة الأمنية وتفردها بال يعني أعتقد فيها أجهزة أمنية تتبع لمجلس النواب ولمجلس الدولة أو للمجلس الرئاسي أجهزة أمنية لا تأتمر بإمرة هذه المجالس التي تتبعها يعني أنت تتكلم على قوات تملك السلاح على أفراد على عصابات على لصوص الاعتمادات يملكون السلاح ويحركون ميليشياتهم أعتقد في الظروف التي فيها البلاد الآن الانتخابات ليست بالأمر السهل الإنجاز